إزاي نقدر نحسب اللودز والتورشا مومنت على أي كاميرا الأول لو تفتكر إمتى أعرف أن الكاميرا عليها تورشا وأن حالتين لو شريحة البلاطة متشغلة على كاميرا واحدة بس عادة أكيد الكاميرا دي عليها تورشا بس عادة التورشا بيبقى ديستريبيوتد وهتشوف لي حالا أو عندي حالة تانية لو عندي كاميرا كانت ليفر متشغلة على كاميرا واحدة بس برضي هتعمل عندنا تورشا مومنت لكن كونسنتريت تعال نشوف نحسبهم إزاي بالزبط وهنحتاج منهم إيه خيب مثلا أنا عندي شريحة البلاطة كانت ليفر طلها إلي كانت ليفر ومتشغلة على كاميرا واحدة بس طبعا على كلامنا لو البلاطة بتشغلة على كاميرا واحدة يبقى الكاميرا دي عليها تورشا إيه المطلوب مني إن عايز أصمم الكاميرا دي وفاكين بنصمم الكاميرا على مرحلتين مرة بندنج لوحده عشان نقلنا نقدر نطلع أبعاد الكاميرا والتسليح بتاع البندنج ومرة تانية عشان نطلع الكاميرا تكون منصمم شير وتورشا مع بعض إيه الخطوات؟ أول حاجة هنفيه ناخد شريحة للبلاطة تعال نقولنا شريحة دي لازم تبقى في اتجاه اللود وعرضها كام؟ واحد متر شريحة البلاطة في الحالة دي متشغلة على الكاميرا واحدة بس يبقى أكيد الكاميرا دي عليها تورشا كستركشور فاكر بحط طبعا الكاميرا بالنسبة للبلاطة كانها فيكس سابورت لأن ما نفعش شريحة متشغلها لسابورت واحدة ويبقى هنج ففي الحالة دي هترسم الشريحة والكاميرا بالنسبة للبلاطة فيكس سابورت هحط ديستربيوتيد لود قد إيه على شريحة البلاطة زي ما قلنا دابليو اس فكلا هي بتساوي 1.4 تي اس في جاما سي زي فلور كفر زي 1.6 في اللايف لود أنا حاليا عايز إيه من شريحة البلاطة؟ عايز حاجتين اتو ري اكشنز بتوح اتو ري اكشنز اول حاجة محتاجة احسب الري اكشن الفيرتكال اللي هو بنساميه R طبعا هيتساوي سيجمال لودز كلها وكمان احسب البن المومنت اللي بيأثر عند الفكسيشن اللي هو بنساميه عندنا MT واخد بالك ليه MT؟ لأنه هيتقلب على الكاميرا تورش المومنت وعايزك تفتكر ان التورش المومنت ده لو ديستربيوتيد هنكتب الام دي سمول لتر لكن ده لو كونسنتريتد هنكتبها كابيتال لتر حنشوف حالا اللي بيجي من البلطة دايماhl بيبقى دستيريويتيد فبقى اسمه لتر واتفهم حالا ليه وزي ما قلنا وزي ما قلنا احنا محتاجين ايه من شريحة البلطة حاجتين el reaction vertical اللي هو اسمه R والموم بتاع شريحة البلطة اللي هو اسمه MT طب هو شريحة البلطة اللي احنا مدرسها دي عرضها كام وإنه 1 متر متشال على قدUN الكاميرا 1 متر من الكاميرا لو انت كيف فصلت البلاطة والكاميرا عن بعض الرياكشن الار ده مش ده اعتبر رياكشن شريحة بلاطة عرضها متر ده هيتقلب على ايه? هيتقلب على الكاميرا لتحت بس هيتقلب على قد ايه من الكاميرا على متر واحد من الكاميرا وفي نفس الوقت الكامير دي كمان مش ليها on wait نازل لتحت هو كمان حالين الكامير دي اللي هي موجودة عندنا هنا اللي هي تعتبر كاميرا سيمبل supported على عمود يمين وعمود شمال المتر الطولي منها شايل vertical load قد ايه? شايل حاجتين شايل وزن on wait متر من الكاميرا زائد الار فاكر ايه المقصوب بالار؟ الار ده مقصوب به رياكشن شريحة البلاطة وتاني يفتكر ده بيأثر على متر واحد من الكاميرا يبقى انا فهمت في الحالة دي ان متر الكاميرا شايل vertical load اللي هو on wait الكاميرا زائد الار اللي هو رياكشن شريحة البلاطة طب المتر اللي جانبه هيبقى زيه برضو شايل on wait زائد اار طب ناحية التانية برضو يبقى نفس الكلام يبقى اللود اللي هنا ده يعتبر ايه في الاخر يعتبر uniform load load distributed بيأثر هنا يبقى اللي احنا هنحفظه ان ده من شريحة البلاطة هنحط عليها لود كام محتاج منها حاجتين الرياكشن الvertecal والبending moment الرياكشن الvertecal هيتحط على الكاميرا نفسها كأنه distributed load بكام on wait الكاميرا زائد الار اللي هو رياكشن شريحة البلاطة طب هو الvertecal load اللي انا حسبته ده محتاج منه ايه؟ محتاج منه حاجتين محتاج عن طريقه ارسم البending moment بتاع الكاميرا وفي نفس الوقت كمان ارسم الشير فورس دا جران بتاع الكاميرا يبقى بقى لك الvertecal load اللي هيا جاية عن طريق الرياكشنز بترسم بيها بندن وشير لكن حاجة كمان لما تيجي تحسب البending moment بتاع شريحة البلاطة فكنا هو بنسميه mt البending moment بتاع شريحة البلاطة ده هيتقلب ايه عالكاميرا؟ هتقلب تورشن عالكاميرا بس تورشن على قد ايه من الكاميرا على واحد متر من الكاميرا يبقى الكاميرا دي لما نيجي نرسمها انت عارف ان المتر الواحد منها شايل تورشن قيمته كام mt المت زي ما قونا ده بين moment البلاطة اللي هتقلب لي تورشن عالكاميرا طب المتر اللي جنبه هبقى زيه يبقى بمعنى صح المت دي تعتبر distributed ولا concentrated طبعا تعتبر distributed عشان كده كتبنا الام هنا يبقى دايما اي حاجة هتيجي من البلاطة اكيد distributed يبقى بين المومنت شريحة البلاطة اتقلب عندي distributed torsion على الكاميرا حاجة تانية تاخد بالك منه المفروض دلوقتي ان الكامير دي كتمنشالها على عمود يمين وعمود شمال العمود ده بالنسبة لل vertical load يعتبر كأنه hinged support لكن بالنسبة للتورشن يعتبر كأنه fixed لان الكاميرا اللي ما تيجي تلف حالين محورها العمود الموجود هنا هيمنحها فهتلاقي ساعة تبقى فيه تورشن كتير هنا يبقى دايما ان الكاميرا العادية بالنسبة للvertecal loads ان هرسم support كأنه hinged لكن بالنسبة للتورشن مومنت هو هو نفس السابورت يعتبر fixed لان ده هيمنع الكاميرا ان هي تلفة عند النقطة دي طب انا محتاج ايه من التورشن مومنت اللي بيأثر على الكاميرا هحتاج في الاخر ارسم عندنا حاجة اسمها تورشن مومنت دياجرام بيترسم ازاي هنعرف كمان شوها صغارين لكن المفروض عن طريق الvertecal loads بعد ما رسمت البنن مومنت والشير وعن طريق تورشن مومنت كمان رسمت تورشن مومنت دياجرام اعمل ايه المفروض لو تكر بنصمم الكاميرا على مرحلتين اول مرحلة هنيجي عند الماكسموم مومنت ونبتدي نصمم الكاميرا نطلع ابعاد وتسليح بتاع البنن مرة تانية لما اجي صمم الكنات هعمل ايه هدور على السكشن اللي عليه اكبر شير وتورشن في نفس الوقت وابتدي زي ما قلنا قبل كده الصمم كنات خارجية تشيل شير وتورشن مع بعض لو حطت كنات داخلية هتشيل شير بس وابتدي كمان نصمم الانجيوتودين للبرد تشيل تورشن بس زي ما هنشوف ان شاء الله كمان شوي دي الفكرة مبدئيا ازاي قدرت احول لود البلاطة للودز على الكاميرا وتورشن على الكاميرا ورسمت بندن وشير وتورشن وفتكر تاني ان شريحة البلاطة دائما بتخلي اللودز والتورشن على الكاميرا يعتبر كأنه يونيفورم لود لكن عندي حالة تانية زي ما قلنا لو انت عندك كاميرا شاء لك كاميرا كانت ليفر فكين قلنا الاوزان اللي على الكاميرا كانت ليفر دي هتعمل بين المومنت هنا بين المومنت اللي على الكاميرا كانت ليفر هيتقلب ايه على الكاميرا شاء لها هتقلب تورشن مومنت على الكاميرا شاء لها لكن بيأثر عند كم نقطة نقطة واحدة بس يعني يعتبر ديستربيوتر ولا كونسنتريتد يعتبر Concentrated طب إيه الخطوات؟ هبتديك العادة بالميتشال للأول Camera Cantilever طبعا هنا يعتبر الكامير الشالي بالنسبة لك أنها فيكس سابورت عشان تبقى ستيبل وعن طريق اللودز اللي فوق الكامير أنا هحتاج أطلع حاجتين أول حاجة الرياكشن بتاع الكامير تاني حاجة كمان البندن مومن بتاع الكامير بس البندن مومن ده أنا هكتبه برضو MT لكن واخد بالك ليه الام هنا Capital Letter أنا زي ما قلنا دي هتبقى Concentrated مش Distributed فبس عشان ما نطلق بطشي لو Tortion Distributed وأنا بكتب الام تي الام بتكتب Small Letter لو Concentrated بكتب الام Capital Letter لما نهي اللي باللود عالكامير اللي شايلة تقدر تقولي كامير اللي شايلة شايلة Distributed لود قد إيه مش أنا كنت بمفروب بحط اللود On Weight زائد R هنا Distributed Load هيبقى On Weight بس ليه لأن الار اللي هنا Concentrated مش Distributed فاخد بالك هتحط Distributed Load On Weight بس وتيجي بالزبط مكان الكنتليفر تحط الرياكشن بتاعه يعتبر Concentrated Load طبعاً طريق الVertical Load أنا هرسم حاجتين أول حاجة هرسم البن المومن دياجرام وهرسم كمان الشير فورس دياجرام طبعاً هيبقى حاسة بالشكل بعد كده عايزين نرسم التورشن فكينا قلنا وإنت بترسم الكاميرا الأعمدة دي بالنسبة للتورشن تعتبر Fixed مش هنجت وإنها هي هتمنع دوران الكاميرا وحالياً لما نيجي نحط التورشن مومنت قيمة الMT هنا اللي هي بتأثر عند النقطة دي بالزبط يبقى أنا هاجي عند النقطة دي اللي هو مكان الكنتليفر وحط Concentrated Moment Torsion قيمته كام MT طبعاً عن طريق التورشن مومنت ده هنرسم التورشن مومنت ديجرام وده كمان شواء صغرين هنتعلم نرسمه ازاي تاني فاكر مرة تانية هشوف فين اللي عليه أكبر شير وتورشن مع بعض هبتدي أصممه عشان أطلع كنات خارجية بتقاوم شير وتورشن وبعدين قلنا ممكن يبقى فيه كنات داخلية بقاوم شير بس وبنطلع كمان بقاوم تورشن بس دي كده الطريقة ازاي نقدر نحسب اللي على الكاميرا عشان ترسم وشير وكمان تحسب التورشن مومنت اللي على الكاميرا عشان تقدر ترسم وتاني فاكر لو جزء الميتشال كان بلاطة أكيد ده بيتقلب على الكاميرا شايلة لكن لو جزء الميتشال كان كاميرا حيتقلب على الكاميرا شايلة كونسنتريتت